السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البيض واعداده ثم بعد ذلك هنتكلم الحلقة دي ان شاء الله بإذن الله على المخرج التاني منها اللي هو بيتكلم على تجهيز واعداد البيض لعملية التفريخ طبعا لما نقول كلمة تفريخ لازم يجي عندي ويظهر عندي والكلام ده نقولته المرة اللي فاتت لكن لازم نرجعه تاني ونقوله طبعا لكل الطلبة عشان يبقى مدرك اهمية التفريخ ومجرد ما نقول كلمة تفريخ يب حضرتك عارف يعني ايه عملية التفريخ ايه هو التفريخ ليه طبعا كتير جدا من التعريفات اهم تعريف فيهم واللي انا عايزك تركز عليه هو التعريف اللي هنقوله معك ده دلوقتي اللي هو بيقول لي هو تهيئة العوامل اللازمة لنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة لأ واحدة واحدة مستق تهيئة العوامل اللازمة ايه هي العوامل اللازمة العوامل اللازمة لنشاط الجنين حرارة رتوبة تهوية تقليل لازم حضرتك توفر العناصر دي عشان تبدأ تجري عملية التفريخ زي ما انت فاهم عندنا تفريخ طبيعي وعندنا تفريخ صناعي التفريخ الطبيعي هو ما تقوم به الام دون تدخل من المربي يعني الام تضع البيت ثم بعد ذلك بعد فترة تنقطع عن وضع البيت وتقوم بالرقاد على البيت وليس للمربي اي دخل في اجراء عملية التفريخ الطبيعي لكن في التفريخ الطبيعي الام بترقد على عدد من اتناشر الى عشرين بيضة من اتناشر الى عشرين بيضة خلال فترة ليه مدة التفريخ بتاعت الدجاج واحد وعشرين يوم زي ما قلتلكم مدد مختلف قبل كده قلتلك مدة التفريخ في الدجاج هي حوالي عن واحد وعشرين يوم طب مدة التفريخ في البط البكيني تمانية وعشرين يوم طب مدة التفريخ في الرومي تمانية وعشرين يوم طب مدة التفريخ في السمان من 18 ل 23 يوم. طب مدة التفريغ في الحمام حوالي 18 يوم. طب مدة التفريغ في البط السوداني من 33 إلى 35 يوم. طب مدة التفريغ في الاوز حوالي 30 يوم. اذا عندي انواع كتيرة بمدد مختلفة متعمد من نقول لحضرتك المدد عشان هنعوزها دلوقتي حالا. اذا في خلال فترة في الرقاض الامة على البيت في الرقاض الطبيعي او التفريغ الطبيعي ممكن الامة قدرتها اقصى قدرة لها 20 بيضة. يعني ترقض على عدد من 12 الى 20 بيضة. في خلال 21 يوم. هل يطرى هذا العدد كافي? تمام? لان انت تقعد 21 يوم عشان تنتظر. تمام? فأس عدد 20 بيضة. ومش هيفقص بنسبة 100 في المية. ولكن هيفقص عدد ممكن يفقص مثلا 15 بيضة. وده حيبى نسبة كويس او 16 او 17. ايا كان. لكن هل العدد ده كافي؟ طبعا غير كافي. العلماء قال لك بقى. طب ما احنا انتبعهم. الدجاجة بتعمل ايه? اثناء الرقاض على البيت. ونحاول نوفر العوامل. هي دي بقى اللي انا بنقول. يبقى بنقول لك التفريغ ده عبارة عن ايه? تهيئة العوامل. طب ايه هي العوامل يا مستق? لقوا الدجاجة اثناء الرقاض. عملية الرقاض نفسها على البيت دي بتوفر حرارة. يبقى يكون فيه رطوبة. الدجاجة ما بتفضل شراء ده الاربعة عشرين ساعة. ولكن بتقوم بعمل تهوية للبيت. يبقى لازم مصدر للتهوية. طب لقوا ان الدجاجة برجلها كده بتقوم بعملية تقليب للايه? للبيت. يبقى هي دي العوامل اللازمة لعملية نجاح. عملية التفريغ. يبقى لما نيجي نقول له حضرتك. هو تهيئة العوامل اللازمة. مجرد ما نقول بس اللفظ ده. يجي في تفريغ عبارة عن تهيئة العوامل اللازمة لنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة. تاني بقى لأ نقطة هنا همستها. داخل البيضة المخصبة. يعني عشان يكون فيه تفريغ لازم تكون هذه البيضة بيضة ايه? مخصبة. طب لو البيت غير مخصب. لو قعد مية سنة في داخل مكينة التفريغ. او الام رقد عليه لا يمكن يطلق. كويس اون. يبقى تاني في تعريف عملية التفريغ تهيئة العوامل اللازمة لنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة حديثة الوضع قلت لك المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت مفروض ما تمرش على أكتر من ثلاثة أيام ولو حتمر على أكتر من ثلاثة أيام حضرتك تتبع عملية تخزين صحيحة في درجات حرارة زي ما قلناها المرة اللي فات كويس قوي طيب يب تاني تهيئة العوامل اللازمة لنشاط الجنيب داخل البيضة المخصبة حديثة الوضع يب شرط تكون حديثة طب افرد يا مستر ناس جابوا لي بيضة وقالوا لي البيضة بقى له تلاتين يوم ولا عشرين يوم نقول له لا تمام تمام لأن أقصى مدة ممكن يخزن فيها البيضة هي أربعتاشر يوم أقصى من كده لا حيب بد الجنين حيموت في داخل البيضة ويفضل حضرتك ما ترهجش نفسك وتجري عملية التفرين تمام حتى يكتمل نموه الجنين بقى يكتمل ايه نموه يبقى لما حضرتك هيقتله العوامل اللازمة لنشاطه داخل البيضة المخصبة حديثة الوضع خلال دورة جنينية محددة الدورة الجنينية المحددة هي اللي أنا قلتها لك في بداية الحلقة اللي هي دلوقتي ايه الدجاج 21 يوم الرومي 28 يوم هي دي الدورة الجنينية المحددة يعني لو الدجاج يقعد 21 يوم ويفقص لو بط سوداني 33 ل 35 يوم ويبدأ في عملية الفاكس تمام لو كان طبعا بالنسبة لنا أوز لا بعد 30 يوم لو كان رومي بعد 28 يوم وهكذا هي ديت خلال دورة جنينية محددة طب بعد ما وفرت كل العوامل وكانت البيضة بيضة مخصبة ووفرت مدة التفريخ اللي هي المناسبة اللي أنا بنقول لك عليه كده يبقى حضرتك حيكتمل نمو الجنين يكتمل نمو الجنين بعد الجنين ما يكتمل نموه في اليوم الثمنتاشر بيبدأ يكتمل عنده الجهاز التنفسي في برأتين حيقوز بعد ما كان بيتنفس البيضة زي ما قلت لك المرة اللي فاتت عن طريق الغرفة الهوائية لا سبحان الله بقى هيتغير التنفس بتاعه هيكون عن طريق الهواء الجوي طب هو عايز هوا يجيب الهواء ازاي يبدأ بقى في نقر قشرة البيضة من الداخل الى ان يخرج كتكوتن سليمة فاهمين معاي ولا لا معلش طولت شوية في موضوع التفريخ ولكن ده زي ما قلت لك التفريخ هو الموضوع هو الدرس هو الدواجن بالنسبة لنا طب ليه الناس او العلماء لاجهوا الاجراء عمليات التفريخ الصناعي قلت لك التفريخ الصناعي كان بعض العلماء كل شغلهم على التفريخ الطبيعي لكن لما تابعوا لقوا ان الاعداد اللي هي النتجة بتطلع اعداد ضعيفة وبسيطة وممكن الدجاجة ترقد في الوقت اللي حضرتك ما انتش عايز تطلع فيه قطيع دلوقتي طب هتعمل ايه بتضطر تستحمل يعني درجة الحرارة مخافضة جدا والأم رائد على البيت هتقول لا لا أمي لا الموضوع بيبقى صعب يبقى حتى يقبل فايحنا لجأنا للتفريخ الصناعي طب مين اللي ادنا الفكرة بتاعت التفريخ الصناعي هل تتخيل ان الطيور نفسها هي اللي قدت الفكرة بتاعت اجراء عملية التفريخ الصناعي ازاي مسته التفريخ الصناعي ده كان هناك بعض الطيور تمام بيجوا في مناطق ساحلية عالية الحرارة او مناطق من الجبال في اعالي الجبال ويجوا يفحتهم كده ويحط البيت بتاحهم مستغلين درجة الحرارة العالية تمام وبيحط درجة ده ويفرش عليه بعض كميات كده من النباتات ويسيبه فيقوم بالفأس ازا الموضوع بدون الرقاط قال لي اه بدون الرقاط فلما العلماء تابعوا الكلام ده ولقوه موجود وحنشوفه مع بعض دلوقتي تاني لقوا لنقصة طب ما سهلنا بقى نعمل مكينات تفريخ صناعي وماكينات تفريخ صناعي تساع اعداد كبيرة جدا عندي اعداد كبيرة جدا لماكينات التفريخ الصناعي ممكن عندي مكينات صغيرة في الحجم عندي مكينات متوسطة في الحجم عندي مكينات كبيرة في الحجم عندي مكينات عملاقة تتخطى المئة الف بيضة وبتتعمل في وحدات خاصة بيها اذا انا في خلال الواحد وعشرين يوم اللي كانت الدياجح ترقت فيهم على من اتناشر لعشرين بيضة لا خلال نفس الفترة لها واحد وعشرين يوم انا ممكن نحصل على مئات الالاف من اعداد الكاتاكيد لذلك لجأ المربيين اه تكلفته عالية بس مربح جدا بالنسبة للناس تمام فعشان كده لجأنا ليه اجراء عمليات التفريخ اللي ايه الصناعي يبقى باختصار شديد عملية التفريخ زي ما قلت لك ولا تعريفات كتير جدا هنمر عليها لكن اهم حاجة هو بيشتغل على الجنين عايز ينشط الجنين ممكن تعريف تاني يقول لك ايه عملية التفريخ هي عملية تمام تنشيط للجنين داخل البيضة يعني عملية الجنين ده اسمه الزيجوت تمام انا بنحاول ننشط الزيجوت ده او الجنين ده عشان ينشأ ويتحول من طور السكون تمام الظاهري الى طور بقى الحركة يعني يبدأ يتحرك وطور الحياة ويبدأ طبعا يكتمل نموه ويبدأ يتعايش تمام يا شباب كده معي او لا لا طيب نكمل بقى وتعالى نشوف موضوعنا الرئيس ايه بنقول طبعا تختلف الطيور عن السديات في عملية التكاسو تختلف الطيور عن السديات في عملية الايه التكاسو حيث نجد ان الطيور في اغلب مراحل النمو الجنيني لديها تتم خارج جسم الام بتتم خارج جسم الايه الام يعني ايه يعني التطور الجنيني الام هي وضعة البيضة بعد كده بقى الجنين بينمو في داخل البيضة منفصل عن جسم الام لكن في السديات الجنين بيبقى في داخل جسم لايه الام كويس اوي حيث تنعدم الصلة العضوية بين ما بين البيضة المخصبة تمام واثناء عملية النمو الجنيني ولذلك فالجنين يعتمد في غزائه على مكونات البيضة فقط هو الجنين يتغذى على ايه الجنين بيتغذى على مكونات البيضة الجنين بيتغذى علي مين يا شباب على مكونات الليه البيضة الطبيعية ده كلام كويس اوي بالنسبة لنا تمام نقول احنا مع بعض كدة فيما يتعلق به النقطة اللي جاية هنقول ايه مع بعض بنقول تختلف زي ما قلنا بقى تختلف الطيور عايز التفريخ المجموعة الاسئلة بقى التعطو او تعريفاته زي ما انا قلت لك ابسط تعريف منها التعريف اللي احنا هنتفع عليه تهيئة العوامل اللازمة لنشاط الجنيه داخل البيضة المخصبة الحديثة الوضع خلال دورة جنينية محددة حتى يكتمل نموه ويخرج كتكوتا سليمة ركز لي بس على التعريف ده لان انا بنحب التعريف ده لان التعريف يعتبر شامل عملية التفريخ كلها بكل ما تحمل من عوامل ومن احتياجات ومن مقاومات نجاح لعملية التفريخ النقطة التانية بيقول لي يقصد بالتفريخ تهيئة العوامل والمقاومات اللازمة لانتقال الجنيه اللي هو الزيجل من حالة السكون الظاهري زي ما قلت لحضرتك او حضرتك دلوقتي تمام داخل البيضة الى حالة الانقسام النشط والتكوين حتى يكتمل نموه ويخرج في نهاية فترة التفريخ تكون تنهيه سليما ذات حيوية عالية برضو ده تعريف تاني فيه تعريف تالت وزي ما قلت لك فيه تعريفات كتير جدا اهمها التعريف الاول اللي احنا هنركز عليه طب ممكن يقول لي التفريخ هو الانتقال بجنين الطيور من حياة السكون الظاهرية داخل البيضة الى حياة النشاط الحيوي نفس المحتوى ونفس المعنى خارجه وهو في حقيقة الامر يجبع عملية انبات البزون حيث يحتاج الى نفس العوامل التي تحتاجها اللي هي عملية انبات البزون اللي هي ايه اللي بتحتاجها الحرارة والرطوبة والتهوية دي اهم حاجة بالنسبة لنا بقى يزيد على العمليات دي اللي هي عمليات ايه التقليب التي تتم من 3 الى 4 مرات يوميا في داخل مكينات التفريخ على الاقل من 3 الى 4 مرات يوميا طب يا مستر فايدة التقليب ده ايه التقليب ده طبعا بيساعد على عدم التصاق الجنين بإشرة البيضة ممكن الجنين يكتمل نموه كل حاجة ولكن من شدة الحرارة او درجة الحرارة اللي هي 37.10 او 8 من 10 يلتصق الجنين بإشرة البيضة فتلافية لهذه النقطة حضرتك تجري عمليات تقليب لا تكل عن من 3 الى 4 مرات يوميا تمام يا شباب معايا كده طب ننقل على نقطة تانية بعيدا بقى عن تعريف الايه التفريغ طرق التفريغ زي ما قلنا عندي تفريغ طبيعي وهو عبارة عن ايه هل المربي دور فيه اجراء عملية التفريغ الطبيعي هترد علي قطعا وحتقول لي ليس للمربي اي دور فيه اجراء عملية التفريغ الطبيعي طب ليه حيث تقوم الام بالرقاد على البيض هي بتضع البيض ثم بتقوم بالرقاد عليه كويس قوي فقال لي التفريغ الطبيعي هو توفير الظروف البيئية اللازمة لنمو الجنيب داخل البيضة المخصبة من وقت وضع البيض وحتى الفاكس بوسطة الأم خط بقى ودون تدخل الإنسان ودون تدخل الإنسان اللي هو المربي تمام؟ لم يتدقل في إجراء عملية التفريخ الطبيعي للتفريخ الطبيعي مزايا وللتفريخ الطبيعي أيوب للتفريخ الصناعي مزايا وللتفريخ الصناعي أيوب حنتناول ده وحنتناول ده ونشوف الأيصر بالنسبة لنا إيه وكيد حنمشي في الاتجاه اللي احنا عايزينه لما نتعرف مع بعضنا على إيه هي مزايا التفريخ الطبيعي وإيه هي عيوبه وإيه هي مزايا التفريخ الصناعي وإيه هي برضه عيوبه التفريخ الطبيعي عشان حضرتك تعمله أنا قلت لك ليس للمربي أي دور فيه طب مين اللي بيقوم بكل الدور ده؟ الأم هي اللي بتقوم بعملية الرقاد على البيض وقدم الأم اللي بتقوم بعملية الرقاد على البيض إذن علىها دور كبير جدا لازم أنا نتأكد إن الأم دي رقادة يعني إيه أم رقادة؟ يعني أم لديها القدرة على الرقاد على البيت طب يا مستر لو كان ما لديهاش القدرة إيه اللي هيظهر لي؟ حترقض 3-4 أيام وبعدين تهجر البيت يبقى البيت فسد لا بقى بيت تفريخ ولا بقى بيت مائدة تمام؟ فلازم يظهر على الأم بعض العلامات هنعرفها مع بعضينا اللي هي علامات الرقاد اللي أنت لما تشوفها تقول لا دي الأم دي حترقض على البيت وحنشوفه المزايا الكلام ده وحنشوفه الكلام ده كله مع بعضين يبقى مبدئية عملية التفريخ الطبيعي لا يتدخل فيها المربي بأي شكل من الأشكاء أم المين اللي يقوم بكل القصة اللي يقوم بكل القصة هو الأم تمام؟ الرقادة طيب بص بقى معي قيام الدجاجة باحتضان البيت بالغريزة زي ما قلت لك ده غريزة من عند ربنا وهبها ربنا سبحانه وتعالى لهذه الطيور تمام؟ حيث تقوم بتوفير الحرارة والرطوبة والتهوية والتقليل من وقت لآخر حتى يخرج كاتكوت سليم طب يتوقف نجاح التفريخ الطبيعي على الأم الراقدة على البيت فقط يعني مين اللي ليه دورك بيه؟ الدجاجة الأم هي يا إما تنجح لك عملية التفريخ يا إما طبعا تفشل عملية التفريخ لذلك لاجأوا العلماء زي ما قلت لك لإجراء التفريخ الصناعي عشان أنا ما نباش تحت رحمة الدجاجة يا طرى الدجاجة تمام كده هترقض ولا مش هترقض ولا هترقض فترة وبعدين تهجر البيت ولا أحيانا بعض الدجاج الدجاج البيات خد مني الميزة دي كده هي مش ميزة يعيب بالنسبة لدجاج البيات هو بيتميز بالعصبية الشديدة طائر عصبي المزاج ممكن الطيور دي وأحيانا الطيور اللي هي الصغيرة تمام ما بتتحملش لأن عملة الرقاط دي بتبقى مجهدة جدا بالنسبة للطائر فممكن الأم تهجر ليه البيت عايزة تغزى عايزة تتحرك حركة كتيرة فممكن تكون حركتها دي برضو تؤثر على عملية الرقاط طيب فعشان كده قلنا طبعا الشروط بقى شروط الأم الرقاط ده الكلام المهم اللي أنا عايز نقول لك عليه اللي حضرتك لازم لو اعتمدت على إجراء التفريخ الطبيعي لازم عندنا بعض الشروط ايه هي الشروط دي نمرة واحد يجب أن تركض الأمة ولا تنفر لأقل سبب يعني مش حضرتك من أقل حاجة تروح سايب البدو وماشي يبا لازم تكون الأمة دي رقاطة للبي لديها القدرة على الرقاط بالمعنى العلمي طب نمرة اتنين أن تكون حريصة على تربية أفراخة والاعتناق بهم وهذه صفة ملازمة للطيور البلدية غالبة يعني الطيور البلدي هي أصلا عندها غريزة من عند ربنا كده إنها ميلة للرقاط لها قدرة على الرقاط على الايه على البي فلازم تكون الأمة حريصة على الرقاط على البي ورعاية صغيرة بعد عملية الفاس يفضل للدجاجة الراقضة أن يكون عمرها مهمة أو النقطة دي يكون عمرها كبيرة يعني بيفضل أهل نوع من أنواع الدجاجة الدجاجة اللي عمر كبير ولا الدجاجة اللي عمره صغير في عملية الرقاء رد بسرعة فعلا الدجاج اللي عمره ايه كبير طب ليه بيكون اكثر اتزاننا يا شباب في عملية اللي ايه الرقاء بص بقى معايا كبير لان الدجاجة الصغيرة تكون كثيرة الحركة وعديمة الانتباه الى صغارها لسه صغيرة وفكثيرا ما تهجر البيت قبل اتمام عملية اللي ايه الفاكس اللي يهمني من القصة دي كلها في شروط الام الرقاضة يجب ان تكون الام مالها ترقد الام ولا تنفر لا تنفر الاقل سبب لا تنفر الام الاقل سبب احنا طبعا مفروض ما نوفرش اي ازعاج اثناء الرقاضة على البيت لكن بفرد سمعت صوت خط تقوم تزيب البيت وتجري وخلاص ما ترقدش تاني طبعا ده غلق ان تكون الام حريصة على تربية افراخها والاعتناء بيها زي الفراخ البلدي تمام بعد كده يفضل في الرقاض على البيت الامهات الكبيرة وليست الامهات الصغيرة واحد حيقول لك طب ليه حتقول له لان الامهات الصغيرة كثرت الحركة وعديمة الانتباه فبالتالي تهجر البيت لفترات طويلة مما يؤثر على معدلات عملية الفاقس وبتقل معهم معدلات عملية الفاقس لكن مع الدجاج الكبير معدلات الفاقس بتكون افضل بكتير نقطة لبعد كده علامات تظهر على الدجاجة اثناء الرقاض ده مهم جدا يا شباب الكلام ده اللي انا بنقوله يعني حضرتك بالشكل الظاهري كده انت حتبص على الدجاجات اللي عندك هيظهر عندك بعض حاجات كده مؤشرات تقول ان الدجاجة دي هتبدأ فيها الرقاض على البيت فعشان كده بنقولك علامات تظهر على الدجاجة اثناء فترة الرقاض اهم مهم تنفر من الديك بداية حتى انت ساعة الديك ما يجي قرب منها لاجراءة عملية التزاوج هتبعد عنه كويس قوي يبقى دي من علامات الرقاض طب نمرة اثنين يكون رشة منفوش الريش منفوش خاصة في منطقة الصد الريش بيكون منفوش في منطقة الصد ومفكك يعني مش مازق في بعضه لا بعيد عن بعضه خاصة زي ما قلتلك في منطقة الصد يبقى دلوقتي علامتين من علامات الرقاض نفور الانسة من الزكور دي نمرة واحد النقطة التانية يكون الريش بتاع الصد الريش منفوش تمام ومتبعد عن بعضه او مفكك تمام نمرة تلاتة يتغير صوتها اثناء الصياع صوت الدجاجة نفسه الصوت بتاعه بيتغير نغامته بتزيد ببعال وصوته بيخشن يعني بيحصل خشونة في الصوت كويس قوي نمرة تلاتة اربعة اه تنقطع عن وضع البيت مهمة جدا مما يؤثر على انتاج البيت مما يؤثر على انتاج اللي ايه البيت لذلك ده يعتبر من عيوب التفريخ الطبيعي ان بتنقطع الامهات عن وضع البيت ليه الأم يتضع البيض يتضع البيض يترقض على البيض فمجرد الرقاض على البيض تمام بتنقطع نوضع البيض إذن لو أنا عايز نعمل تفريخ صناعي بنعمل إيه نسيب الأمهات كل ما تضع بيض نشيله نجمع البيض يومية تمام عشان ما نديش ورصة للأم أنها ترقض على البيض ده لو أنا هنجري تفريخ صناعي لكن هنجري تفريخ طبيعي بنصيب البيض مع ميه مع الأمهات عشان تقوم بعملية الرقاض على البيض طب النقطة اللي بيوبها تاني من علامات اللي تظهر على الدجاجة عشان تقول ان الدجاجة ديت خلاص هترقض حضرتك لازم هيا هتشعر بعملية هتلاقيها بتنفر من الزكوط طب دي نمرة واحد نمرة اتنين هتراقي ريش الصدر تمام متفكك ومنفوش تمام يعني بيوبها ايه واقف كده ومتفرق عن بعضه ماشي بعد كده بنقول بيتغير صوتها يتغير صوت اللي ايه الدجاجة النقطة اللي بعد كده تنقطع عن وضع البيان اللي اربع علامات دولت علامات مهمة جدا وتديك احقاق انها هتبدأ في عملية الرقاض على البيع خلصنا لا لسه لون العرف يتحول من اللون الاحمر اللي انت شايفه المعتاد الى لون اصفر باهد ودي علامة مهمة جدا علامة ظاهرية مهمة جدا يبا بيقولي يتغير لون العرف والدالية الى لون اصفر باهد مية مية النقطة اللي بعد كده يضعف جسمها ويقل وزنها دايما الدجاج البيض وزنه اقل بيكون وزنه خفيفة تمسك الدجاجة تلاقي خفيفة خلص تمام طيب يبا ده برضو ليه لان التغذية بتاعتها بتقل لانها تقعد فترات طويلة في الرقاض على ليه على البيع وادامة تغذية هتقل فبالتالي الوزن هيقل بتاعه تمام بعد كده ترتفع درجة حرارتها قليلا يبا درجة حرارت الدجاجة لو حطيت ايدك عليها كده هتلاقي درجة حرارتها عالية كلام ده مهمة شباب اوي 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 ليه انا عندي دلوقتي علامات تظهر على الدجاجة زي ما بنقول لك ايه العلامات نمر واحد تنفر من الديوك طب نمر اثنين يكون رشة منفوش ومفكة خاصة في منطقة الصد طب نمر اثنين تنقطع عن وضع البيع طب نمر اربعة يتغير صوتها في عملية الصياع طب خمسة يتغير لون الدليتاء بدل اللون الاحمر تمام الى اللون الاصفر الباهد ده كده علامات مهمة جدا النقطة اللي بعد كده طب ايه اللي بيحصل تانية مستق زي ما قلت لك بعد الانقطاع على البيض وبعد تغير الصوت الصياع وبعد نفس ريش للصد هتلاقي ترتفع درجة حرارة الدجاجة لو حطيت ايدك على الدجاجة هتلاقي ان درجة حرارتها مالها مرتفعة النقطة اللي بعد كده تميل الرقاء طب ممكن نختبرها ممكن عارف حضرتك الكور اللي هي بتاعت البنج تمام عشان انا من بوصل بيه يكون عندي مجموعة كور كده ان شاء الله عشر كور كده ونحطهم للدجاجة نشوف الدجاجة دي عندها لديها ميل للرقاد ولا ليس لديها ميل للرقاد لو رقدت واستمرت على الرقاد لا ده خلاص انا بقى بنشيل اللي هو طبعا الكور ديت ونحط البيض بحيث ان انا نتأكد ان الام ديت ام رقادة ولديها الميل للرقاد وظهرت عليها علامات الرقاد اللي انا قلتها لحضرتك دي طب يبا بتميل الرقاد كمان في الاماكن اللي هي بقى المزلمة تلاقي اي حتة ظلمة كده تمام او حتة هادية اوي تروح ترقود فيه يبا دي اتعلامات اللي بتظهر على الامة اثناء عملية الرقاد نكمل مع بعض بيقول لي الدجاجة ترقود كم مرة مهمة اوي ترقود مرتين في العام يعني ترقود الدجاجة كم مرة مرتين ودي معلومة جديدة بالنسبة لك ترقود مرة في فصل الربيع ومرة تانية في اوائل الخريم يبا مرة في فصل الربيع ومرة في اوائل الخريم المرة الاولى بتكون افضل ولا التانية افضل لا المرة الاولى بتاعت الربيع طب ليه مستر بتاعت الربيع بتاعت الربيع يا شباب درجة الحرارة بتكون معتدلة فلما الكاتكوت بيطلع ما بيتعرضش الانخفاض في درجة حرارة ولا ارتفاع شديد في درجة حرارة ولكن درجة الحرارة بتكون معتدل يبقى الام بترقض على البيت كم مرة؟ مرة ايه؟ مرة في فصل الربيع ومرة في فصل الخريب طيب ايهما افضل في المرة ايه؟ المرة اللي بتاعت فصل الربيع نظرة لاعتدال درجة الحرارة انها بتكون مناسبة لنمو الكاتكيت بعد عملية الفاس طيب بنقول اكبر عدد او العدد الملائم عدد البيضة اللي يضع تحت الدجاجة الراقضة في حدود كم بيضة شباب؟ من 12 الى 20 بيضة تقريبا يعني بالتقريب طب يا مستر يعني لو انا حطيت 25 حيطلع برضو بس هي اقصى طاقة بالنسبة لها هتكون 20 ده المعدل المزبوط من 12 الى 20 بيضة ده معدل رقاض الدجاجة بعد كده طبعا بنقول احنا ايه؟ بنقول مميزات التفريغ الطبيعي احنا كده عرفنا بقى التفريغ الطبيعي من الذي يقوم به؟ الام ولا المربي؟ تقوم به الام دون اي تدخل من المربي يبقى تقوم به الام دون اي تدخل من مي من المربي ده كلام كويس طب مميزاته ايه بقى تعالى للتفريغ الطبيعي؟ الوسيلة الوحيدة المتبقية عند مربي الاعداد القليلة ايه مربي الاعداد القليلة؟ يعني انا مثلا راجل مربي عندي 10 عندي 20 تمام؟ دي اعداد قليلة على قدي يعني شخص عادي يعني حضرتك يعني حضرتك اي حد من دول كله هل يروح بقى يجيب مكينة تفريغ لا تمام؟ انا هنعمل ايه؟ نعتمد على الام في الرقاد على قلبي يبقى دي وسيلة وحيدة متبقية عند مربي الاعداد القليلة في المناطق النائية والقرى يعني الناس اللي هي طبعا في العزب وفي القرى حضرتكو عارفين الكلام ده بتعتمد على عمليات التفريغ الطبيعي نقطة رقم اتنين يستعمل في تفريغ البط والاوز تحديدة البط والاوز اكتر نوع بيستخدم فيه عملية التفريغ الطبيعي البط والاوز طب ليه؟ بيقولي التفريغ الاصطناعي لهم ما زال محدود يعني التفريغ الاصطناعي بالنسبة ليه طيور البط والاوز محدود ما انتشارتش انتشار كبير يعني كل الشغل على التفريغ بالنسبة لما يتعلق به الدجاج تحديدا طب كوي فبالتالي حيعتمد على اجراء التفريغ الطبيعي في ميه في الطيور المائية اللي هي البط والايه؟ والاوز يبقى بيستخدم في الاماكن النائية في القرى تمام؟ وبيستخدم او للمربي الصغير اللي عنده اعداد ايه؟ صغيرة بالاضافة الى مين يا شباب؟ بالاضافة الى طيور البط والاوز نقطة اللي بعد كده كلة التكاليف هل التفريغ الطبيعي مكلف؟ التفريغ الطبيعي ليس مكلف اطلاقا لان حضرتك ليس لك اي دور انت ما بتعملش حاجة الدجاجة هي اللي بتضع البيت؟ تمام؟ حضرتك مش اكتر من انك تحط نسبة معتدلة من الزكور مع الاناس والنسبة المعتدلة هي نسبة 10% يعني لو بتربي عندك 100 طائر تمام 100 دجاجة هتحط لهم 10 ديو حفاظا على نسبة الاخصاب عشان تطلع نسبة اخصاب عالية عشان البيت يطلع بيض مخصة فلما الام ترقض على هذا البيت يفقس الكتكوت ويخرج كتكوت سليم يعني بالبلدي البيضة يكون فيها جنيه تمام؟ يبدأ باتوفر له العوامر اللي هي المتاحة حرارة رتوبة تهوية ثم بعد ذلك يتحرك من طور السكون الى طور النشاط والحيوية وينشط وينمو ويخرج كتكوتا سليمة يبقى قلة التكاليف وسهولة التنفيذ بالنسبة للمربي لان انا ما بنعملش حاجة زي ما قلت لك الام هي اللي بتقوم بكل النسب اللي بعد كده ودي مهمة جدا جدا من مزاياه اللي هي نسبة الفاكس فيه مرتفعة وبخاصة مع الامهات جيدة الرقاء مدة الفاكس مرتفعة ولا منخفضة في تفريخ الطبيعي مرتفعة بس لازم شرط تكون الامهات دي امهات ايه امهات رقاضة امهات لديها القدرة على الرقاض على البي تعال نقوله مع بعض كده مميزات التفريخ الطبيعي لان دي مهمة جدا مميزات التفريخ الطبيعي ناخدوها كده بمنتهى البساطة هي هي الطريقة الوحيدة التي تناسب المربي اللي هو الصغير المربي اللي لديها اعداد قليلة وده طبعا بيتم في القرى وفي الريف وفي النجوع وكده تمام النقطة التانية بيصلح هزا هزي الطريقة لتفريخ بيض اللي هو الاوز وبيض البط اللي هي الطور المائية عمومة تمام نظرا لعدم انتشار التفريخ الصناعي بهمة حتى لقاء النقطة اللي بعديها اه وموجود لكن مش موجود بصورة كبيرة النقطة اللي بعد كده بيقول لي انه طبعا قلة التكاليف وسهولة التنفيذ قلته لانه ما عملتش حاجة ما دفعتش حاجة سهولته لانه ليس للمربي اي دور في اجراء العملية بعد كده نسبة الفاكس فيه مرتفعة يبقى نسبة الفاكس مرتفعة قلة التكاليف سهولة اجراءه تمام بعد كده يصلح لتفريخ بيض الطيور المائية اللي هي سواء البط او الاوز بعد كده بيصلح للمربي الصغير ذات الاعداد اللي لديه اعداد ايه صغيرة تمام نكمل بعد كده عيوبه بقى مفيش حاجة لهم ان كل كلنا لنا عيوب ولنا مميزات مفيش حد على طول فيه المزايا ولا في العيوب العيوب ايه انقطاع الدجاجة الحاضنة عن وضع البيض ودي نقطة مهمة جدا حضرتك ده انا بنؤثر على اعداد البيض النتجة لان الدجاجة وضعت عشرين بيضة عايزة ترؤد عليهم فاهم معايا يبقى حتنقطع عن وضع البيض بدل الواحد وعشرين يوم اللي هي كانت حترؤد عليهم كده حتديك معدل انتاج من البيض كده انت خسرت هذه النسبة يبقى انقطاع الدجاجة الحاضنة عن وضع عدم امكان الحصول على عدد كبير من الكاتكيت الكلام اللي انا قلته في الاول ان انت خلال واحد وعشرين يوم تمام هتحصل على كام يعني طب الام رأى ده على عدد من اتناشر لعشرين بيضة فالاعداد النتجة هتكون اعداد قليلة طب تمام انتقال دي مهمة انتقال التفايليات والامراض من الام الى الكاتكوت الصغير يعني لو انت كانت الام مصابة باحدى الامراض هتنتقل بديهيا ودعيب خطير على فكرة الى النتجة او الكاتكوت الصغير طب بعد كده كثيرا ما تنفق الام وده نقطة مهمة يا شباب اثناء عملية الرقاط يا جماعة الرقاط ده شيء سبحان الله غريزة ربانية تمام لكن بتكلف الام حياتها في بعض الاحياء نظرا لان الام بتكرس كل حياتها لعملية الرقاط على البيئة فبالتالي بعد عملية الرقاط على البيئة دي طول الفترة ديك بتنقطع عن وضع الاكتر او تاكل في فترات بسيطة جدا التخصية التوبة بسيطة جدا بالنسبة لها تمام الحرية الحركة بالنسبة لها ما فيش اي نشاط فبالتالي ممكن الام بعد ما ترقض على البيئة والكاتكوت تخرج تفقد حياتها وده نقطة مهمة جدا وتعتبر من ضمن عيوب التفريخ الطبيعي لان انا كده بنفقد اعداد امهات بتديني بيت بتديني انتاج علي من البيئة يبقى من عيوب التفريخ الطبيعي قلنا ايه طبعا الاعداد النتجة من الكاتكوت اعداد ايه كبيرة ولا قليلة قليلة برافو عليكم تمام النقطة التانية انقطاع الدجاجة عن وضع البيئة لما الام تنقطع عن وضع البيئة خلاص انا بالنسبة لي مش هناخد انتاج للبيئة فانتاج البيئة حيقل النقطة اللي بعد كده طبعا سهل انتشار الامراض او انتقال الامراض والتفايليات من الام الى الكاتكوت الصغيرة بعد كده بنقول كثيرا ما تنفق الام اثناء او بعد عملية الفاكس نتيجة للمجهود الشق زي ما قلت لحضرتها الذي تقوم به خلال فترة تحضين ورعاية البيئة طب تهجر الام البيئة ممكن الام تهجر البيئة زي ما قلت لك بعد فترة اربع خمس ايام رادت وبعد كده ثابت اللي ايه البيئة فالبيئة ده هيفسد منك تمام دون اتمام عملية الفاكسية فتفسده النقطة اللي بعد كده عدم توفر الامهات الحاضنة للبيئة نجيبها من ايه ما انا قلت لك فيه شروط يجب ان تكون موجودة عشان الام دي تستطيع الرقاط على البيئة افرد ان الامهات اللي عندي انا مش لقلها ما اي ميول للرقاط ما الظاهر على علامات الرقاط فبالتالي لابد ان نلجئ ساعدتها للتفريخ الصناعي عشان كده طبعا العلماء لم يكتفهم بعمليات اجراء التفريخ الطبيعي فقط ولكن لاجئ ايضا للتفريخ اللي ايه الصناعي او ما يطلق عليه التفريخ الاصطناعي تمام يا شباب كده معي اعتقد يعني الدرس يعني يعني ماشي معانا كده والامور بسيطة وان شاء الله باذن الله ممتظرين تساؤلاتكو على القناة تعالى بقى للتفريخ الاصطناعي تعريفوا ايه التفريخ الاصطناعي بيقول لي هو توفير الظروف البيئية اللازمة زي ما قلت لحضرتك لحضانة البيت حتى الفاكس بعيدا عن الام بعيدا عن الام طب هل للمربي بقى دور اه طبعا للمربي دور كبير جدا المربي هو اللي بيوفر الاحتياجات الحرارة الرطوبة التهوية التقليب المهد المناسب اللي بيتحط فيه البيت اللي هو مكينة التفريخ ادراك خاصة بوضع البيت وادراك خاصة بفاكس البيت تمام طيب بعيدا والتي توفرها الام عند الرقود على البيت اه وذلك بشكل آلي والظروف زي ما قلت لك حرارة الرطوبة تهوية تقليب ومهد مناسب يعود الفضل بص بقى النقطة دي معايا يعود الفضل في اكتشاف طرق التفريخ الصناعي الى الطيور نفسها فمثلا تقوم انواع من الطيور بدفن بيضها في رمال الشواطئ على عمق خمسة وتلاتين الى اربعين سنتي يبقى بتعمل ايه الام بتعمل ايه بتدفن البيت بتاعها في رمال الشواطئ على عمق من خمسة وتلاتين الى اربعين سنتي والاستفادة من اشعة الشمس في توفير الحرارة اللازمة لعملية التطور الجنيني طيب اذا كده دكت البداية اللي لفتت نظر العلماء اللي يمكن الاستغناء عن التفريخ الطبيعي واجراء عملية التفريخ الاصطناعي لما لقوا ان الامها قالت لك هي عايزين ايه حرارة تمام ورطوبة وتهوية نوفر هذه العوامل ونعمل التفريخ الاصطناعي يبقى من هو صاحب الفكرة الاساسية هي الطيور نفسها هي اللي اوحت للعلماء بعمليات اجراء التفريخ الاصطناعي تمام نكمل بعد كده بينما تكون انواع اخرى من الطيور بدفن بيضها كرب ينبيع المياه الساخنة او على سفوح الجبال البوركنية زي ما قلت لحضرتك من شوية للاستفادة من حرارتها في حضانة البيض وتكون بعض الطيور الاخرى بدفن بيضها في حفر يتراوح عمكها ما بين ستين الى ميت سنتي وتغطيتها بالطربة الممزوجة ببعض المواد العضوية زي ما قلت لحضرتك او حضرتك مثل اوراق النباتات المتساقطة او الاغصان الصغيرة تمام وكانت الحاجات دي تابعوها كويس قوي ولقوا ان هي طبعا البيض بيفقس وعشان كده شجحهم على اجراء عملية التفريخ الاصطناعي طب ما زي ايه بعملية التفريخ الاصطناعي الحصول على كتاكيد في عمر واحد بعدد كبير لا ده نقطة تانية رجعلي بقى يعني ايه الكلام ده حضرتك انا بنحصل على نوع واحد من الكتاكيد في عمر ايه واحد يعني بنجيب سلالات من طبعا نتائج من البيض من سلالات معينة تمام الاول انا ضامن السلالة اللي انا جايب منها البيض سلالة متميزة سلالات عالية عارف بقى الخصائص فبالتالي البيض بتاعها هيكون نتاجه عالي فدي نقطة مهمة جدا حنربي نوع واحد حيطلع في عمر ايه واحد في يوم ايه واحد لكن اثناء الرقاط على البيض لو انت اعتمدت على الام ها هتلاقي الام دي اترائدت النهارده الام التانية رائدت بكرة دي بعد الخمس تيام دي بعد اربع تيام فالقطيع اللي بيطلع عندك بيبقى مختلف اعماره لا هنا الحصول على كتاكيد في عمر ايه واحد وعدد كبير ولا عدد صغير لا عدد كبير فيسهر رعياتها بطريقة صحيحة واقتصادية نعمل لها بقى عمليات التحديين اللي انا قلت لحضرتك عليها تمام وتتبع عمليات التحديين اللي بتتم توفر الحرارة والرطوبة والتهوية والكلام ده كله وطبعا تراعي الكتاكيد في عمر ايه واحد وده بيكون افضل وبيكون اميز بالنسبة للمرب النقطة التانية يبقى من مزايا الحصول على اعداد كبيرة في عمر ايه واحد طب نمر اتنين يمكن القيام بالتفريغ الاصطناعي في اي وقت من السنة يا سلام مهمة جدا حضرتك انت لسه رجع لي كده للتفريغ الطبيعي كنا بنقول التفريغ الطبيعي ده بترقد الام كم مرة مرتين مرة في فصل الربيع ومرة في فصل الخريف اذا انا مربوط بايه برقاد الام على البيت ما ليش دعو ما بنتدخلش ممكن الام تطلع لي البيت في فصل الخريف ودرجة الحرارة غير مناسبة لنمو الكتاكيد او عمليات الفاس فاذا حضرتك لا في التفريغ الاصطناعي انت اللي بتتحكم في التواريخ الجو حلو ومعتادل تمام يلا بينا نفرخ البيت على مدار 21 يوم دخل البيت طلع كتكون تمام معايا ولا لا فده مهم جدا ان حضرتك اللي بتتحكم يبقى الحصول على اعداد كبيرة النقطة التانية انا بنتحكم في معاد فاكس الكتاكيد ونشوف المعاد المناسب لو في فصل الربيع يا ريت تمام هتطلع اعداد كبيرة وحتطلع طبعا اعداد قادرة على مواجهة الظروف الجوية وطبعا ده بيكون افضل لك بالنسبة للمربي نقطة يمكن القيام بالتفريغ الاصطناعي في اي وقت من السنة دون الارتباط بمواسم معينة او الاحتياج الى طيو تتميز بصفة الرقاة فطبعا يزيد من سرعة الانتاء يعني مش مستنى انت بقى الام ترقض على البيت وده هترقض وحتوه جور البيت ودي مش هترقض ودي الميالة للرقاة ودي مش ميالة للرقاة لا انا هنجري على طول عملية التفريغ في طبعا مكينات التفريغ الاصطناعي او المعامل البلدية ايا كم منهم يعني طيب يمكن تفريغ اي عدد من البيت ضفعة واحدة تمام حسب ساعة المفرخة زي ما قلت لحضرتك عندي مفارخ تمام بتساعة من 30 بيضة لغاية 100 الف بيضة عندك مكينات تفريغ عملاقة في خلال نفس الفترة الزمنية حسب امكانياتك يعني يا مستر انا ممكن نجيب مكينة تفريغ تاخد 30 بيضة ممكن لا تتعدى سعرها 2000 جنيه وبتكون مكينة كاملة خالص ما فياش اي مشكلة وممكن حضرتك انت على ايدك انا زي ما قلت لحضرتك ممكن نقولك بمنتهى البساطة تجيب كرتونة بسيطة خالص تمام وتجيب كرتونة بيت عارف الكرتونة بتاعة البيت وترص البيت فيها في ارضية الكرتونة وتجي على الكرتونة نفسها تعمل فيه بعد خرام كده فتحات للتهوية بسيطة خالص تعمل بعض الفتحات لاجراء عملية التهوية وتجيب طبق تحط فيه مية ده بيعتبر مصدر للرطوبة يبانا دلوقتي البيت حطيته فيه كرتونة الوضع البيت في الارضية وجبت طبعا وجبت لمبة فيه بداية سقف الكرتونة كده وحطتها خلتها تتدلى منها لمبة يعني لا تقل عن 40 واط اللمبة دي لو عملت الكلام ده تمام ولو 100 واط تمام برضو هتفكت المهم انك معاك ترمومتر لقياس درجة الحرارة المهم استخدم اللمبة لتوصلك درجة الحرارة ل37.7 درجة مقوية وياريت الناس كلها تجرب اللي انا بنقوله ده بأظن ما عملناش اي حاجة كرتونة بسيطة عملت فيها بعض فتحات للتهوية جبت طبعا حطيت فيه مية كل ما يفضل من المية ده مصدر للرطوبة تمام وعملت فتحات للتهوية ده مصدر للتهوية وتجري عمليات تقليب للبيت من 3 ال 4 مرات يوميا بعد اليوم التالت يعني تسيب البيت لمدة 3 يام بدون تقليب الاولانية وتيجي تعمل عمليات التقليب دية في اليوم اللي ايه كل يوم بقى مبداية من اليوم الرابع لمدة من 3 الى 4 مرات يوميا حيفقص البيت لو حطيت 20 بيضة في داخل هذه الكرتونة بس اهم حاجة تكون مضبط درجة الحرارة يعني لقيت اللمبة اللي انت حطيتها لمبة صغيرة او عطي حرارة اقل حضرتك بالترمومتر بتقيس درجة الحرارة في داخل هذه الكرتونة اذا وصلت ال 37 و 7 من 10 تأكد معه لابد ان يكون بيض مخصب يعني تأكد عشان تجربتك تنجع لازم تجيب بيض مخصب وتحطه تمام بهذه الصورة في داخل الكرتونة دية هتنجع لو كاتكوت واحد طلع من العشرين وهيطلع اكتر من كده وممكن يطلع ماك لا يقل عن 15 كاتكوت تمام هتأكد مليون في المية ان انت كده تبقى اجريت عملية التفريخ بنجاع طب حضرتك مع اي امكانيات ومش عايز نعمل الدوشة دية والكلام ده رغم ان الموضوع ده نجح جدا وانا خليت طلب عندي شخصيا عملوا الموضوع ده ونجح معهم نجاح باهر ومازال بدل ما كان الطالب بيستخدم كرتونة واحدة ده يستخدم اتنين بيستخدم تلاتة اتطورت معاه العملية عارف بيقول لي انا عايز نشتري مكينة التفريخ نقول له طب العملية ماشية يقول لي ماشية نقول له طب استخدم كاراتين اكبر حجمة والكاراتين يعمل لها ارفف كده فهم من الابلكاش داخلها او من الكارتون نفسه يعني عارف انت الكاراتين اللي يبتع التلاجات العملاقة دي بيجيب الكارتون اللي يبتع التلاج او اديف فريزة ويرص فيها طبعا تمام يعمل لها ادراك كده ويحط فيها البيت ويزود فيها برضو زي ما بنقول لك الحرارة مع زيادة الرطوبة مع وجود فتحات للتهوية صدقني احتنجح معاك وجرف ده مشروح صغير بسيط جدا اذا نجح انت هتمبسط جدا وحتشعر ان انت استفدت من حلقاتنا وان شاء الله باذن الله هنعمل لك في نهاية باذن الله السيزن ده في نهاية الترمي مع بعضينا هنعمل لك دراسات جدوى لكذا مشروع وحضرتك تختار منهم الانسب بالنسبة لك هتوب حلقة باذن الله هتستمتعوا بياه كلكم عشان نبه عملنا الاتنين اخدنا الجانب النظري واخدنا الجانب التطبيق او الجانب العملي او الجانب المهاري اللي هو خاص به منظومة الجدرات اللي هي منظومة الجدرات اساسة بتشتغل على النقطة دي تمام نكمل بعد كده قلنا طبعا يمكن تفريخ عدد كبير من البيت دفع واحدة يبقى مزايا التفريخ الصناعي الحصول على كتكيد في عمر واحد بعد كده يمكن القيام بالتفريخ الصناعي في اي وقت من السنة طبعا قلنا يمكن تفريخ اي عدد من البيت تمام النقطة اللي بعد كده عدم تعطيل الاناس عن وضع البيت او عن انتاج البيت يعني انا بنقول للاناس الامات الرقضة انت ما عليك غير انت ارؤدي وديني البيت وانا انا اخد البيت نحطه في مكينات التفريغ او اتفاقنا زي ما انت هتعمل بقى حضرتك حسب امكانياتك اتعامل طب النقطة اللي بعد كده الحصول على كاتاكيد خالية من الطفائليات الخارجية لان هنا مفيش احتكاك للام انت خدت بيضة نظيفة خدت البيضة دي وضحتها بعد ما عملت لها طبعا عمليات زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت عملت لها عمليات التطهير والتنظيف تمام وعمليات تبخير للبيت وبعد كده جاهزتها لوضعها في داخل مكينة التفريغ ثم وضحتها في داخل مكينة التفريغ فما فيش احتكاك ما بين الام والبيضة والكاتكوتي الناتج فمش هيحصل لو الام كانت مصابة مش هينطقل ايه امرار تمام بعد كده طبعا لو كانت الام مصابة في التفريغ الطبيعي هينطقل قطعي مفيش كلام لكن في حالة التفريغ الصناعي مفيش الكلام ده طيب الحصول على نوعية جيدة من الكاتكين زي تصفات الوراثية والانتاجية العالية جدا النقطة اللي انا لسه يليه لك ان انا لما بنجيب بيض انا بنقل بيض اللي انا جايبه من سلالات منتجة للبيض سلالات عالية سلالات متخصصة سلالات انتاجها عالي لها مزايا عديدة فبنجيب بقى البيض الناتج اللي هيطلع يطلع ايه يطلع ناتج كويس فبالتالي مش هنعاني لكن حضرتك فيه اسناء التفريغ الطبيعي انت مابتقدرش تميز ايه سلالة ايه وسلالة ايه اللي الدجاجة بترقد عليه حضرتك بتاخد النتاج بتاعها وخلاص تمام بعد كده الحصول على نسبة فاكس بيض عالية شو بقى نسبة الفاكس فيه التفريغ الصناعي قد تصل لك تسعين في المية ودي نسبة ممتازة بالنسبة ليه عمليات الفاكس يبقى هل يطرى التفريغ الصناعي افضل ولا التفريغ الطبيعي افضل التفريغ الطبيعي ده متاح للناس اللي هي يعني قدراتها المالية محدودة جدا او طالب زي حالتك عايز تجرب نفسه لسه تمام جايب شوية كاتاكيت وربطهم بينتاج بغرض انتاج البيض وحتسيب الامهات ترقض على البيض لكن بعد ما انا قلت لك الفكرة اللي انا قلت لك في التفريغ الاصطناعي اعتقد حبانت عندك شغف ان انت تجمع بيض وتجرب الموضوع اللي انا قلته ده وصدقني انا متأكد انه حينجح منك طب اذا ما نجحش منك ايه اللي حيبقى فيه بقى تدرس بقى ايه العوامل اللي انا موفرتهاش الرطوبة لأ ما كانتش كويس نعدل بقى من الرطوبة لا ده التهوية ما كانتش كويس لا ده انا لقيت الجنين يعني طالع نصه من القشرة البيضة لكن لم يختاركها وبعدين لما فتحت قشرة البيضة عشان نشوفها لقيت الجنين ملتصك تمام بقشرة البيضة يبقى حضرتك انت الحرارة كانت اعلى اه كانت عالية وما عملتش عمليات التقليد كويس فبالتالي انت اللي هتكتشف اخطائك او مزياك لو طلعت نسبة كويسة يبقى انا نجحت في اجراء عملية التفريق طب انا لو ما طلعش نسب خال لا نشوف نفسي ونشوف ايه العيوب عندي او الخلل عندي كان ايه اهم نقطة لابد ان يكون بيد مخصب زي ما قلت لحضرتك تمام طيب بيد مخصة تهوية جيدة لازم عمليات تقليب جيدة فيه مصدر للرطوبة فيه مصدر للحرارة طب الحرارة 37.7 درجة مقوية ما تقلش عن كده طب نكمل بعد كده بنقول عيوبه بقى ايه طب عيوب التفريق نمرأ واحد في عيوبه مكلف تكلفة باهزة لان ماكينات التفريق ماكينات غالية طيب اذا معقول بالتفريق الطبيعي ما احنا بنقارن التفريق الطبيعي ما كانش بيكلف المربي اي شيء لكن التفريق الصناعي يعتبر تكلفة باهزة بالمقارنة بالتفريق الطبيعي نقطة بالاهم طب افرض حضرتك انقطع الطيار الكهرباء انه رطف تمام مشكلة سودة حتضيعلي طبعا خاصة لو استمر الفترات طويلة اذا كده مفيش حرارة يبقى حضرتك حتتكلف خسائر طبعا عالية جدا من هذا المشروع يبقى لذلك يجب ان يكون طبعا فيه مصدر للطيار الكهربائي عن طريق استخدام ماكينوية توليد كهرباء في داخل المزرعة اللي عندها لما تكبرها العملية وتبقى معاك تمام لازم حضرتك تأمن نفسك انا مش ضامن الطيار الكهرباء يقطع وانا حاطت مئة الف بيضة مئة الف بيضة لها اسعار وبيض التفريق بيض غالي اغلى من بيض المائدة فطبعا لازم تاخد بالك من النقطة دي يبقى من عيوبه اللي هي ايه التكلفة ارتفاع التكاليف بتاعته او التكلفة الباهزة نمرتنين انقطاع الطيار الكهربائي طبعا او السهو والتكاسل يؤدي لخزيرة ايه كبيرة طيب بعد كده تحتاج الى عمال ذات خبرة يعني الشخص اللي بيدير مكينة التفريق ده لازم يكون عنده خبرات امتى يعمل تهوية امتى يعمل عمليات تقليب امتى ازاي كيفية التعامل مع نظام مكينة الايه التفريق لازم يكون عنده خبرة لها واعتقد انت ان شاء الله بعد ما ندرس الكلام ده والحلقات دي هتبقى انت من ضمن الناس اللي عندها الخبرات في التعامل مع مكينات التفريق وتستطيع اجراء عمليات التفريق اللي هي الاصطناعي بعد كده بنقول لك ايه المعنى الاقتصادي للتفريق الاصطناعي هتقول لي مش فاهم يعني هو عايز يقول لك هو ايه اللي احنا عاد علينا من التفريق الاصطناعي توفير الكتاكيت على مدار العام الاستفادة من الامهات التي تبدأ في الانتاج باي وقت من السنة سواء كان في الصيف سواء كان في الشتاء الغاء انتاج البيض الموسمي لبيض التفريق يعني بعد ما كنت هناخد بيض بس في فطرتين اللي هو طبعا اه في الخريف وفي الربيع وخلاص على كده لا لان الام كانت بترهد على دول وتنقط عن الرقاء لا خلاص سيب الام طول ما هي تمام انت بتشيل البيض ما انتحتها طول ما هي معدلات انتاج البيض عالية وانتبقى فيه على طول انتاج بيض مستمر تمام بعد كده الغاء انتاج البيض الموسمي زي ما قلنا بسبب رقاض الفرخات التي تمتنع عن وضع قلبي ثم بعد ذلك تحقيق خطط التربية المنشودة في الكم والكيف حضرتك بقى انا عايز مستهدف تمام نطلع مئة الف كتكوت في موسم ده خلاص مش هتقدر تعتمد على التفريق الطبيعي او الامهات الرقاضة على البيض امهات هتعتمد على ايه على اجراء عملية التفريق الصناعي ده معناه الاقتصاد ان انا بنوفر كتكوت على مدار العام في الوقت اللي انا عايزه بالعدد اللي انا عايزه بالحالة الوراثية العالية تمام اللي هو مزايا اللي هي لانك بتجيب بيض زي ما قلتلك لابد ان تجيب بيض من مصدر موصوك به عشان بعد كده النتاج بتاعك يكون نتاج عالي وتبدأ بقى المفرخة والعجلة تدور بالنسبة لك وتبقى الدنيا ماشي تمام بعد كده بنتكلم على انواع التفريق الاصطناعي التفريق الاصطناعي ينقسم الى التفريق في المعامل البلدية والتفريق في المعامل الاهلية الحديثة التفريق في المعامل البلدية المعامل البلدية دي اللي هي عبارة عن ايه اعتقد كتير من الناس قرويين في الارياف عارفينها بتستخدم من الطوب الني بتستخدم من الطوب الني بتتعمل عبارة عن مجموعة من الافراغ في عدد زوجي من الافراغ عدد قد يكون يبدأ من 6 الى 12 زوج يعني لو أسأل لو عملنا ستة تلاتة وتلاتة لو عملت تمانية أربعة قصاد أربعة تمام؟ لو عملت تناشر ستة قصاد إيه؟ ستة تمام؟ دي اللي هي إجراء التفريغ في المعامل البلدية في المعامل البلدية بيتم وحناخده وحندرسه دراسة مستفيدة وحنتكلم فيه كلام كويس قوي إن شاء الله بس أنا منديك فكرة كده عن المعامل البلدية المعامل البلدية زي ما بنقول لك كانت بتتم طبعا قديما وكان الاعتماد الكل اللي كان عليها ولكن بدأت تقل وتمت بالي ومن دول استخدامها أو الفترة يعني من فترات طويلة كانت بتستخدم في قرية اسمها قرية برمة لذلك العامل اللي كان بيشتغل في هذه القرية كان بيطلق عليه البرماوي نظرا لأن القرية دي موجودة تقريبا في محافظة دقالية القرية دي متخصصة في المعامل البلدية زي ما قلت لك بتتعمل من الطوب الني الجدران بتاعتها تتعمل جدران مزدوجة بيكون ما بينها طبعا من التبن بتتحط فيها وزي ما قلت لك بترص المعامل الأفران دي بحيث تكون أفران لازم تكون من عدد زوجي فحش عدد فردي عشان الفرن وصد الفرن بينهما مسافة كده فيها مسافة حوالي اتنين متر بتسمى القصبة بتسمى لايه القصبة تمام؟ هناخدها طبعا ان شاء الله باستفادة لكن أنواع التفريخ الاصطناعي معنا التفريخ في المعامل البلدية والتفريخ في المعامل الآلية الحديث طيب شروط معمل التفريخ وأجزائه عند تصميم وإنشاء مباني التفريخ يجب اختيار التصميم المناسب المستخدم في مشاريع الدواجة اللي هو ايه؟ يكون قريب من مزارع الأمهات طب ليه مستر؟ عشان ناخد البد من هنا نحطه في داخل الماكينات أو طبعا لو عندك في معامل البلدية تحطه في المعامل البلدية طب المكاء بعيد عن الضوضاء ومصادر الاهتزازات يعني بعيدا عن المطارات بعيدا عن السكة الحديث لأن ده بيسبب إزعاج جامد أثناء عملية الرقاط على البد أو أثناء عملية التفريخ طبعا هنا احنا بنتكلم على التفريخ الاصطناعي يبقى في داخل الجنين طبعا بيتأثر بالاهتزازات والكلام ده طيب توفير الكهرباء والمياه المكان اللي اتخذه لازم يكون فيه مصدر طب سابت؟ آه سابت للكهرباء لابد أن يكون مصدر ايه؟ سابت للكهرباء والمياه والصرف طب الأرضية والجدراء من الايه؟ لازم تكون معمولة من السراميك تمام؟ وفتحات الإبواب والشبابيك مغلقة بإحكام جيد منعا لدخول أي حشرات أو قوارد تخش بقى تعمل لك إزعاج أو تتنطط لك على مكينات البيض أو لو أنت بخزن البد أو بتعد البد للتفريخ طبعا الكلام ده كله لازم يكون المكان نظيم يبقى لازم الشرط مشروع يكون قريب من مزارع الأمهات لازم يكون المكان بعيدا عن الضوضاء وللمناطق الاهتزازات لازم نوفر مصدر للطيار الكهرابي والمياه لازم الأرضية والجدران والأسكف تكون طبعا من السراميك والفتحات والأبواب مغلقة غلقا جيدة لازم طبعا توفر السوق المناسب لشراء الكاتاكيت النتيجة من المعمل يعني حضرتك وإنت بتجري عملية التفريخ مجهز عملية التسويق متفق مع تجار إنه حاجي لك أنا حنطلع الدفعة يوم 21 حاجي لك يوم 21 ياخد الكاتاكيت عشان ما تقعدش عندك حاجة طب لو حضرتك أنت اللي هتجري عملية التحديين طبا مجهز نفسك لكن طبعا لو استخدمت معامل بلدية واستخدمت مكينات تفريخ آلية لا أكيد أنت هتعوز بقى عملاء من الخارج لازم تكون أنت مزبط أمورك معهم وهم حاجزين الدفعة ودفعين لك فلوس بهذا الشكل طبعا أنت تستطيع التربح وتستطيع نجاح عملية التفريخ ده طبعا حلقتنا مرت معاكم بسرعة إن شاء الله بأمر الله هناخدوا باستفادة بقى المرة الجاية بإذن الله اللي هو التفريخ الاصطناعي والمعامل البلدية مع بعضها وبإذن الله يعني إن شاء الله تكون حلقة تقدروا تستفيدوا منها زي ما قلنا كده الكلام اللي احنا قلناه النهاردة عرفنا التفريخ الطبيعي وعرفنا التفريخ الاصطناعي عرفنا مزايا التفريخ الطبيعي وعيوبه وعرفنا مزايا التفريخ الاصطناعي وعيوبه وعرفنا شكل عام كده طبعا عن عملية ازاي فكرة التفريغ الاصطناع دي جات من ايه وان شاء الله باذن الله نستكمل حلقاتنا باذن الله في الحلقات القادمة استوضعكم في رعاية الله كان معكم محمد المغربي من التلفزيون المصري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته